السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة الذي تجلى بجلاله وجماله وكماله فملأ الكون بنوره وضيائه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم من جديد الى برنامجكم من هذه القرآن اليوم سوف نتحدث عن الصورة التي نزلت وهي رقم 16 في القرآن العظيم وهي صورة التكاثر التي يقول فيها ربنا عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم هذه الصورة المبركة نزلت وانذاك الاسلام لم يمر على نزوله اكثر من اربع سنوات تقريبا وكان الاسلام في اوج ضعفه وكان الصحابة فقراء ومساكين واتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم معظمهم من العبيد ومن المهمشين فلم يكن لهم حتى الطعام يشبع جوعتهم وكان كفار قريش والمشركين آنذاك خصوصا الأعيان الذين عندهم الأموال الكثيرة وعندهم الجاه وعندهم السلطان والسولجان والكلمة المسموعة كانوا يفتخرون ويتكاترون يقولون محمد وأتباعه لو كان فيهم خير لما كانوا هكذا فقراء وكانوا مساكين لا يجدن حتى لقمة العيش لا يجدن سوى سوى ثوبا يستر عورتهم وقشرة خبز تشبع جوعتهم وشربة ماء تسقي عطشهم محمد وأصحابه ما عندهم أي شيء أما كفار قريش فكان عندهم الأموال وكان عندهم الجاه وكان عندهم الصولجان فكانوا يتفخرون ويتكاترون بكل ما لديهم قيل نزلت في قبيلتين من المشركين الذين كانوا يتفخرون بشكل غريب كل واحد منهم يقول هل عندكم مثل فلان وهل عندكم مثل فلانة فكانوا يتفخرون فيما بينهم بأن كل قبيلة أنجبت أشخاص لهم باع طويل ولهم قدرات مذهلة وعندهم أموال وفيرة وعندهم قوة وبطش في الحرب وعندهم جمال وعندهم قدرة على قرض الشعر وعندهم وعندهم فكانوا يتفخرون فيما بينهم حتى إذا ما تفخروا بكل أحيائهم كانوا يذهبون إلى المقابر ويتفخرون حتى بأمواتهم يقولون هل عندكم مثل فلان هذا الذي توفي هذا الذي مات لقد كان كذا وكذا وكذا وهل عندكم مثل فلانة التي ماتت منذ زمان لقد كانت كذا وكذا وكذا ويتفخرون ويتكاترون فنزل قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال المفسرون لا زالوا يتكاترون فيما بينهم أحياء وأحياء حتى صاروا جميعهم إلى المقابر القبيلتين وقع لهم الفناء وبقي الله وحده لا شريك له حي لا يموت هذه السورة المباركة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أترت فيه تأثيرا عميقا وأترت في الصحابة جميعهم فربنا عز وجل يبدأ فيقول ألهاكم التكاثر ألهاكم ابن عباس عنده قراءة خاصة فيها استفهام فيقول فيها أألهاكم التكاثر أألهاكم وكأنه استفهام كلا لم يلهن التكاثر هذا هو الجواب المنطقي فالهاكم هو من الله أن الناس يبحثون عن الله ويبحثون يسرون بالله الناس يحبون الفن ويحبون الترفيه هذه نفس جبلت على ذلك لكن الإنسان حينما يتكاثر في مثل هذه الأمور تصبح عليه مضرة كبيرة الهاكم التكاثر أي تكاثر هذا ربنا لم يذكر أي تكاثر لأنه يشمل كل شيء هناك من يتكاثر في الأموال يحب أن يجمع المال الوفير والأرصد الضخمة ولا يكاد يهنى له بال حتى يكتر من المال ولن يصل لن يصل هناك مليونير في إحدى الدول وكان رتبته السادسة عالميا في جمع التروة استجوابوه في استجواب تلفزيوني قالوا أنت الآن مرتب سادس واحد في العالم من حيث الترى متى ستكون أنت الأول فهذه الكلمة خلقت له اكتئاب حاد لأنه ليس الأول لأنه يجري وإلى أين يصل هناك من يتكاثر في الأولاد يحب أن يكون له أولاد كتر في أيام زمان كان الرجل يتزوج كان مزواجاً مطلاق يتزوج المرأة الصغيرة فتحبل معه عشرة من الأولاد ثم يطلقها ويأتي بالتانية وتزوج الأربع والعشر لكي يكثر من النسل فكي يكون الرجل عنده أربعين خمسين ولداً وبنتاً يتكاثرون في الأولاد وفي الأموال وهناك من يتكاثر في في الصدى يبحث عن صلط هو رئيس إقليمي رئيس جهة رئيس كده وزير برلماني مستشار حكومي سفير غفير ويبقى دائماً يصعد ويتصاعد وهمه الأكبر هو أن يصل إلى مستوى الكبير من السلطة ولن يصل وهناك من يتكاثر في العلم يريد أن يبحث عن الكثير من الشواهد العلمية ماجستير في كده دكتوراه في كده شهادة في كده وإلى أين سوف تصل هذا العلم ما قيمته إذا لم يكن فيه نفع وهناك من من يحب أن يتكاثر في الألقاب تجد عنده عنده كارت فيزيت فيها كلام طويل رئيس كده ونقيب كده ومسؤول عن كده ومؤسس لكده يحب الألقاب وهناك من يحب حتى العلماء هناك طلبة العلم من من يحب جمع الكتب يقول لك أنا عندي عشرين ألف كتاب ولم يقرأ منه حتى ألف كتاب فقط يتكاثر بأنه عنده كتب وقس على ذلك في ميادين مختلفة الناس يتفخرون ويتباهون ربنا عز وجل يقول لكم إياكم أن تتكاثروا يا أعباد الله العاقل هو من يكتفي بما يفيد في الدنيا لأن الدنيا ليست دار قرار إنما هي دار دار فناء هي معبر هي معبر وهي دار فناء ثم ننتقل إلى دار البقاء فالكريم سبحانه وتعالى يطرح هذا التساؤل علينا جميعا على من كان في أهد النبي الكريم ساعة نزول القرآن وعلى البشرية جمعا أيها البشر يا خلق الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر بقتوا كتجمعوا وكتصابوا فيما بينكم في الدنيا حتى زرتموا المقابر آخرها موت آخرها موت ليس هناك فرق بين غني ولا فقير ليس هناك غني بين سلطان وغفير ليس هناك فرق بين عالم وجهل ليس هناك فرق بين الخلق إلا بالتقوى إلا من أتى الله بقلب سنيم الهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر نهايتها القبر الإنسان حتى يجد نفسه يوما ما يفتح عينيه فيجد هناك ظلام دامس ثم لما تضيء بصيرته يكتشف بأنه في ظلمة القبر وأنه حافي القدمين وأنه عاري الجسد وأنه لم يحمل معه أي لقب ولم يحمل معه أي جاه ولم يحمل معه أي سلطة ولم يحمل معه أي مال ولا أي حضوة كل ما تركه بقي خلفه يقتسمه الورثة لربما يتصرعون لربما يتشاجرون لربما يحتكمون في المحاكم فربنا عز وجل يحذرنا الهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر زرتم هذه الكلمة وقف عندها العلماء بمعنى أن المقابر هي مجرد زيارة المقبرة زيارة الإنسان لما يدب إلى المقبرة ليست دار قرار حتى المقابر كما يظن بعض الملاحدة يقولون إن هي إلا بطون تدفع وأرض تبلع الملاحدة والماديون وغير المتدينين ماذا يقولون يقولون آخرها قبر سوف نموت وننتهي لا سيدلا القبر مجرد قاعت انتظار في زيارة لو قال ربنا عز وجل لا أقمتم في القبور نقول نعم هناك إقامة في خلود لكن قال زرتم فالعلماء متفقون كان عمر بن عبد العزيز لما يقرأ هذه الآية ويصل إلى كلمة زرتم كان زرتم المقابر يرتعد ويقول آه ثم آه القبر هو مجرد زيارة وإلا فإن دار القرار هي ما بعد القبر إما إلى جنة وإما إلى نار فكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخليفة الراشد في بيت الحكم صنع كان عنده حوش عند بيت الحكم ووضع فيه مقبرة وكان كل يوم ينام كل خميس ليلة جمعة ينام في المقبرة ويقول هنا سيكون مقامي فيما بعد ربنا سبحانه وتعالى يحذرنا فيقول حتى زرتموا المقابر طبعا الأحياء لابد أن يزوروا المقابر لأن فيها رحمة وفيها فيها عبرة وفيها عضة الحي حينما يزور القبور ويرى أهله ودويه وأحبابه قد صاروا إلى ما صاروا إليه فإن ذلك يجعله يزهد في الدنيا ويجعله يعمل صالحا ويجعله يستعد للقاء الله تعالى الهاكم التكاثر حتى زرتموا المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلام فضيع مخيف مرعب لماذا ربنا عز وجل يكرر هذا الوعيد ويقيم بهذه الصيغة هذا الجرس الموسيقي الذي يفزع القلوب لما تقرأه تسمع بأن ربنا عز وجل يتكلم بلهاد التهديد مع الملحدين والمشركين والمنكرين كلا لو تعلمون علم اليقين كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون تكرار هناك بعض الناس يعلمون لكن ماذا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلموا كل شيء عن الدنيا يعلموا طبقات الأرض وطبقات الجو يعلموا الطيران وعلم البواخر وعلم البحار يعلموا العلم الأحياء يعلموا قضايا الاختصاد والأسهم ولعبة الأرقام يعلم العلوم السياسية والصراع والتنافس على السلطة يعلم عالم الزراعة والفلاحة والتنمية يعلم في الطب وفي الجسم البشري وما قد يعتوره من علل وأسقام يعلم في النفس البشرية وما فيها من اكتئاب أو قلق أو رغبة أو غير ذلك من الأمور لكن كل هذا يسمى ظاهرا من الحياة الدنيا ولكن الآخرة هم عن غافلون كم من طبيب الآن حاضق وعنده وجوائز كبرى لكنه حد علمه هو مجال الطب وكم من مهندس حد علمه الهندسة وكم من سياسي حد علمه السياسة وكم من اقتصادي حد علمه الاقتصاد وقس على ذلك العاقل هو من تجاوز الحدود ورأى ما خلف الوجود ماذا هناك خلف الوجود هناك أسرار كيف نعلمها بالعقل السميم وبالروح ثم الإخبار بالقرآن الكريم ربنا قال علمكم أيها الناس إذا كان يقتصر على الحياة الدنيا فإنه علم ضعيف وسقيم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم بعد المقابر ماذا هناك موجود؟ أول منزل بعد القبور هو الجحيم هو النار والعياد بالله فالعباد لما يخرجون من قبورهم مباشرة يجدون هناك النار والجحيم لكن هناك من لا يرها هناك من يقال عنهم ينتقلون من القبور إلى القصور من الذين لا يرون الجحيم بل ينتقلون من القبور إلى القصور هناك من يعتني بالنساء والبنات من عنده بنات وعنده أخوات ويعتني بهن ويحسن إليهن ويتلطف بهن هذا ما عنده رؤية النار والجحيم هذا من القبور إلى القصور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فعالهن وكسهن من جدته كن له حجابا من النار لا يرى النار فقال صحابي وإثنتان قال وإثنتان وقال آخر وواحدة قال وواحدة فالذي يعتني بالبنات ويعتني بالأخوات ويحسن إليهن ويتلطف بهن هذا لا يرى الجحيم ولا يرى النار من القبور إلى القصور وكذلك كل من وصل من قطعه وعفى عن من ظلمه ومن أحسن إلى من أسى إليه من عندهم هذه الصفات كلهم لا يرون النار بل من القبور إلى القصور أما الذين سوف يرون النار مجرد رؤيتها خوف وهلع لأن يوم القيامة خطير جدا يوم عند ربك كخمسين ألف سنة يوم واحد نحن عندنا في أربع وعشر ساعة ويبدو كثير فاليوم يوم القيامة يعد عند الله تعالى كخمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فالعبد إذا رأى هذه النار مجرد رؤيتها حتى ولم يعد فيها مجرد رؤيتها والشرر يتطير من حولها فإنه يعدب ويشعر بالخوف ويشعر بالعلى كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم علم اليقين هناك عين اليقين وهناك علم اليقين علم اليقين هو معرفة يقينية استقرت في العقل والصدر لكن عين اليقين هي شيء آخر أنك تراغى رأي العين بأم عينيك هذه الجحيم مخيفة جدا في الأول هناك من يعلم علم اليقين لكن فيما بعد من لم يصدق فإنه سوف يراها عين اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين مرتين هناك من يشكك ويقول هذه خرافة وهذا كلام سخيف وكلام واهن نحن نحن الآن في عصر الديمقراطية وحقوق الإنسان عصر التقدم وعصر الحرية وعصر حوار الثقافات وحوار الحضارات وعصر كده وكده فلماذا تحدثون عن هذا الكلام القديم الذي ما وراءه من طائل ربنا يجيبنا يقول هناك من يعلم هذا علم اليقين لكن فيما بعد سوف يراها عين اليقين عين اليقين حينما يرسل ربنا عز وجل أحيانا بعض الكوارد الطبيعية مثل موجة التسونمي مثلا أو زلزال خطير أو فيضان أو إعصار ماذا ترى الملحدون يقولون هذا غضب الطبيعة الطبيعة لا تغضب الطبيعة هي أنيسة المؤمن الطبيعة هي خلق من خلق الله وخلقها ربنا من أجل الإنسان هي لا تغضب هي مسخرة أيضا ولكن الذي يغضب هو من خلق الطبيعة فحينما نرى بعض مظاهر الطبيعية المخيفة كأمواج أتسونمي أو زلازل أو برك فذلك يحدثنا عن قوة الله وعن اسم الجبار وهذا يحلنا لأن يوم القيامة ربنا عنده أيضا جحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ما هو النعيم أيها الأحباب الكرام النعيم كل ما أعطاك الله تعالى من نعم الدنيا هناك من أعطاه الله السمع والبصر والنطق وغيرها من النعم ماذا صنعت بهذه النعم أعطاك الله البصر هل وضفته فيما يرضي الله أعطاك الله السمع هل استعملته فيما يحب الله أعطاك الله اللسان والقدر على الكلام أين وفرت كلامك في أي مجال قمت به وقس على ذلك من الأشياء كثيرة ومتعددة هي النعم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن النعم ويخاف وهو نبي مرسل مرة كان عندهم جوع وعطش شديد فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يتلوى من الجوع والعطش وجلس في المسجد فجاء أبو بكر السديق وخرج إليه ثم قالوا يا أبو بكر ما الذي أخرجك في الحر قال يا رسول الله أخرجني الجوع والعطش فجلس بجانبه ثم بعد ذلك جاء سيدنا عمر ابن الخطاب فقال يا عمر ما الذي أخرجك قال الذي أخرجكما جوع وعطش فالنبي الكريم قال هيا بنا إلى أحد كبار الأثرياء اسمه ابن التيهان عنده مزرعة كبيرة قال لعلنا نجد عنده طعام فذهبوا عنده وسلموا المرة الأولى والتانية والتالتة وزوجته لا ترد حتى الرابعة قالت يا رسول الله بأبي أنت وأمي لقد سمعتك وكنت أسلم عليك وأرد عليك السلام لكني أخفض صوتي حتى أستزيد من الخير مرحبا بك يا رسول الله تفضل قال هل زوجك موجود قد سيحضر في الحال فلما زاء الجوج جاءهم بطعام وجاءهم بماء وفرح فرح بهذه الزيارة زيارة رسول الله وأبي بكر وعمر فقدم لهما ماء باردة وقدم لهما تمرا كان عنده نخيل في تمر فلما جلس النبي الكريم وجلس أبو بكر الصديق وعمر شرب من الماء وأكل من التمر الحلو قال هذا نعيم كبير هذا نعيم وما هو إلا هنيها يستريحون حتى بدأ يقول يقول سيدنا النبي الكريم يا عمر لتسألنا يوم عن النعيم قال يا رسول الله كيف نسأل عن هذا النعيم هذا التمر وما قال هو نعيم تسألنا عنه يوم القيامة وبعد مدة قليلة هذا صاحب المزرعة جاء بشات فدبحها وشواها وقدمها للنبي الكريم هذا الضيف الكريم ولصاحبيه أبي بكر عمر النبي الكريم قال والله لتسألن يومئذ عن النعيم فبعض الصحابة لما سمعوا هذا الخبر قالوا يا رسول الله أولا نسأل عما نأكل وما نشرب قال أي نعم إلا في ثلاث خرقة يستر بها العبد جسمه وعورته وكشرة خبز يقيم بها أوده وجحر يختفي به من الحر والقر هذا الذي هو أساس عند الإنسان أنه لباس خرقة حتى دار في التاريخ بعض من يسمون بيئة صوفية كانوا يلبسون الخرق خرقة من الصوف حتى فقط يستر عورته طلقت دنيا وزاهد فيها يستر فقط عورته ويكتفي بلقم من الطعام يقو بها أوده ويكفي غرفة غرفة يستر بها الحر والقر لكن الناس فيما بعد بدأوا يستزيدون من عنده بيت يريد بيتان ومن عنده بيتين يريد قصر ومن عنده كذا يريد كذا ومن عنده مليون يريد عشرة ومن عنده عشرة ملايين يريد مئة ومن عنده مئة يريد مليار وقتسير الحياة هكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم جوفا شرا من وعاء بطنه لو كان لابن آدم واديان لابتغى إليهما ثلاث ولو كان لابتغى إليهما أربع ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب الإنسان يريد المزيد 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 الاكتار الهاكم التكاتر حتى زرتم المقابر فيا أيها الأحب الكرام هذه وصية ربنا سبحانه وتعالى إلينا جميعا لكي نتعد بأن الدنيا هي دار فناء والآخرة دار بقاء الدنيا معبر العاقل من من أخذ منها ما يكفيه لباس بسيط طعام يذهب جوعته مسكا يريح فيه نفسه لكن عليه أن يشتهد في مجال آخر في أي مجال يشتهد في العبادة يشتهد في الطاعة يشتهد في العمل الصالح يشتهد في المبادرات الحسنة يشتهد في كل ما جاء من تعانيم وإرشادات ربانية تقربنا إلى الله زلفا أسعد الله الواحد الأحد أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعسيان ويجعلنا من عبادك الراشدين